بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز له عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبخت غضب دع عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله حكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسمي عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودع إليه وسلم تسليما ثم ما بعد كنا قد بدأنا في بيان شروط صحة الحديث وقلنا أن تعريف الحديث الصحيح تظهر به شروط الصحة فهو ما اتصل سنده برواية العد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علا وذكرنا عن اتصال السند وتكلمنا عن اتصال السند وعدلة الرواع وضبط الرواع يبقى تكميل في الجرح والتعديل يعني بعض المباحث نشير إليها ونلقي عليها الضوء يعني قبل أن نتكلم عن الشذوذ ولا علا عنوان تكميل في الجرح والتعديل رواية المجهول المجهول إما أن يكون مجهول العين يعني جاء واحد قال حددنا فلان فهنا مش عارفين يعني هل فلان هذا فعلا شخص موجود أو دا وهم مثلا منه أو خطأ فمجهول عينه الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يعرفه أحد من أئمة الجرح والتعديل بجرح أو تعديل لأنه لو روا عنه واحد والثقة أحد من أئمة الشانة بتزول عنه يعني جهالة العين وجهالة الحال أيضا فهذا مجهول العين مجهول العين الذي لم يروي عنه إلا واحد وجدناش هذا الاسم إلا روا واحد قال حددنا فلان وفلان هذا لم يروي عنه غير هذا الشخص الواحد وكذلك أئمة الجرح والتعديل يعني لم يعرفه أحد فجحة آل علي ثقة مثلا أو شيخ أو صدوق يقول مجهول عينه الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يعرفه أحد من أئمة الجرح والتعديل بجرح أو تعديل واختلفوا في روايته فقيل تقبل مطلقا وقيل لا تقبل وقيل تقبل إذا كان راوي عنه لا يروي إلا عن ثقة وقيل تقبل يعني إذا زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه واختاره القطان وصحابه الحافظ بنشر إلى أن المصطرحات الحديث استقرت في زمن الحافظ بن حجر بيطلق عليه خاتمة الحفاظ فالكتاب النخبة وشرح النخبة والنكة على ابن الصلاح فهي استقرت مصطرحات الحديث يعني في زمن الحافظ بن حجر فالذي يعتمد الحافظ يعني في الراجح يكون هو الإلم معتمد ففي بعضهم قال لا تقبله وبعضهم قال تقبل وبعضهم قال تقبل إذا كان راوي عنه لا يروي إلا عن ثقة زي الإمام مالك زي الإمام شعبة مثلا ولكن يعني إذا كان لا يروي إلا عن ثقة فبنقول له ثقة عنده وليس شرطا أن يكون ثقة عند غيره وقيل تقبل إذا زكاء أحد من أئمة الجرح والتعديل يعني لم يروي عنه إلا واحد وزكاء أحد من أئمة الجرح والتعديل اختاره القطان يحب سعيد القطان وصحابه الحافظ والخامس تقبل إذا اشتهر في غير العلم والرواية كاشتهار عمر بن معد يكرب بالنجدة ومالك ابن الدينار بالزهد يعني إذا كان مشهور يعني إيه يعني كأنه يقول أننا عارفين الشخص ده وإن كان بالنسبة للحديث لم يروي عنه إلى واحد ولكن هو مشهور في الزهد بتذكر أخباره أو مثلا مشهور بالنجدة والشجاعة فكأن هذا يزيل عنه إيه الجهلة إيه الجهلة العين إن الشخص معروف عندنا فإذا روى عنه واحد فنحن نقبل إذا لم يجرحه واحد بأ أما مجهور العدلة ظاهرا وباطنا معروف العين كالذي روى عنه راويان عدلان ولم يوثقه أحد مطلقا يعني لما يروى عنه اثنين تبقى زيت عنه جهلة إيه العين واحد قال حدثنا فلان وجاء واحد تاني قال حدثنا فلان بأتأكد أن فيه شخص فعلا موجود يعني في الوجود يسمى فلان ولكن هل هو عدل أو ليس عدلا فده بيقول عليه مجهول العدالة ظاهرا وباطنا معروف العين معروف العين يعني بروية اثنين نزلت عنه جهلة العين فلان مجهول العين لم يروى عنه إلا واحد ولكن هذا روى عنه أكثر من واحد فتأكدنا أن فعلا في شخص بهذا الاسم موجود في رواة الحديث ولكن هل هو ثقة أو غير ثقة فهو روى عنه اثنين ولم يوثقه أحد أو لم يذكره بجرح أو تعديل فيقول أما مجهول إلى عدالة ظاهرا وباطنا معروف العين كالذي روى عنه رويا عدلان ولم يوثقه أحد مطلقا وقبلها بعضهم إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة وصحيح عدم قبولها وقول الجمهور إنه أيضا مجهول أنه عرفنا أن الشخص هذا موجود وإذا مش هتفيد كثيرا عرف أنه موجود ولكن هل هو ثقة أو غير ثقة فالبعضهم قال لو واحد روى عنه لا يروي إلا عن ثقة كل نوع يبقى ثقة عنده ولا يشطط أن يكون ثقة عنده وأن يكون ثقة عند غيره أو يكون ثقة بإطلاق مثلا فهذا النوع الثاني وهو مجهول العدالة ظاهرا وباطنا معروف العين كالذي روى عنه راويا عدلان ولم ينثقه أحد مطلقا وقبلها بعضهم إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة والصحيح عدم قبولها وهو قول الجمهور يعني هو أيضا ما زال مجهولا درش نقول إن دائه يعني عدل مثلا أوثق أما المستور فهو العدل في ظاهره ولكنه مجهول العدالة باطنا فالأصح قبول روايته لأن الأخبار لأن الإخبار مبنية على حسن الظن بالراوي لما أمرنا أن نكشف قلوب الناس فهو عدل في الظاهر يقولون أنه هو مستقيم محافظ على الصلاة ما فيش خوار مرؤة ما فيش مثلا لا يظاهر بكبيرة مثلا فهو في الظاهر يعني عدل ولكن الباطل لا نعرفه فذلك يسمى المستور يقول له هو العدل في الظاهر حيث أنهما درجات الأول مجهول العين وبعدين معروف العين بس مجهول الحل باطنا وظاهرا والثاني معروف ظاهرا أو عدل في الظاهر ولكن لا ندري يعني باطنه فهذا الأصح قبول روايته للمستور وهو العدل في ظاهر حاله ولكنه مجهول عدل باطنا فالأصح قبول روايته لأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي قال ابن الصلاح ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواه الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم وهذا القول صححه الإمام النوي بتصرف من شرح أحمد شاكر لألفية الصيوتي تكميل يقول قال اللكنوي فرق بين قول أكثر المحدثين في حق الروي إنه مجهول وبين قول أبي حاتم إنه مجهول فإنهم يريدون به غالبا جهلة العين بأنه لا يروي عنه إلا واحد لما يقول مجهول سنقول أي نوع من الأنواع الثلاثة فالجمهور يطلقون ذلك على مجهول العين لم يروي عنه إلا واحد ولكن أبو حاتم له ما ذهب خاص بين قول أبي حاتم له ابن حبان إنه مجهول فإنهم فإنهم يريدون به غالبا جهلة العين أنه لا يروي عنه إلا واحد أبو حاتم يريد جهلة الوصف فافهمه لألا تحكم على كل من وجدت في الميزان إطلاق المجهول عليه أنه مجهول العين فبعض العلماء يقول لهم مصطلحات خاصة في الحديث وأيضا ما يقول هو ما يوثق مثلا ابن حبان يعني ابن حبان يوثق المجهيل ولو كتاب يسمى الثقات وثق فيه كثير من الإيم من المجهيل تكميل آخر قال تهانوي خلف ابن حبان جمهور المحدثين في قبور رواية المجهول والاحتجاج بها نقولنا المجهول بإطلاق تطلق على إيه مجهول العين عند الجمهور ما يقول مجهول بمجهول العين مش هنقول إنه مجهول العدلة ظاهرا وباطلا معروف العين أو المستور اللي هو يعني معروف العدلة ظاهرا مجهول العدلة باطلا فيقول تكمل آخر قال التهانوي خلف ابن حبان جمهور المحدثين في قبول رواية المجهول والاحتجاج بها إذا كان روي عنه وشيخه كلاهما ثقة ولم يكن الحديث منكرا فذا إيه حاجة خاصة بإيه ابن حبان يقول لما يكون روي عنه ثقة والشيخ بتاعه ثقة يبقى نقبل إيه يعني رواية هذا المجهول في أيضا كلام في الهامش بالنسبة للرقم الأول يقول قال التهانوي وكذا الأمان مرتفع من تجهيل ابن حزم أحدا ما لم يوافقه غيره فإنه قال في كل من أبي عيسى الترمذي وأبي القاسي البغوي وإسماعيل ابن محمد الصفار وأبي العباس الأصام وغيره من المشهورين إنه مجهول يعني مطالب علم صغير يجهل ترمذي اللي هو صاحب الجامع يعني من أشهر كذب بعد الصفار فابن حزم قال عنه مجهول وبعضهم بيعتذر عنه بيقول إن جامع الترمذي لم يصل ابن حزم يعني ما ذهب إلى المغرب وما رأاه ابن حزم فيعتذر عن ابن حزم فهذا الكلام يعني مش على الإطلاق يعني مش يعني هو ابن حزم يعني جاهل يعني بعض الكبار المعروفين مراتب الجرح والتعديل للرواه المرتبة الأولى من مراتب الجرح من مراتب التعديل هي الوصف بالصحبة لما تقول صحابي يبقى دي أعلى شيء يعني أعلى من أن تقول أوثق الناس أوثقة ثقة تقول صحابي يعني أعلى درجات العدالة والضبط لم يؤثر عن صحابي واحد كذبة فدي أعلى مرتبة مراتب الأولى من مراتب التعديل هي الوصف بالصحبة فصفة الصحبة قد تكفلت بالعدالة والضبط وكيف لا تتكفل بذلك وقد زكى الله عز وجل للصحابة الكرام لأن زكان الهولاء العلماء الذين نقبل قولهم لأن مثلا يحيي بن عين قال عنه وثقة الإمام أحمد مثلا شعبة قال عنه وثقة فكيف بمن وثقهم الله عز وجل وعدلهم وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهم يعني أعلى يعني من أئمة الجرح والتعديل فليحتاجون إلى تعديل أحد من المعدلين من البشر يقول وكيف لا تتكفل بذلك وقد زكى الله عز وجل للصحابة الكرام وعدلهم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كما قال الحافظ بعد ذكر بعض ما ورد في شرفهم وفضلهم يقول في آيات يطول ذكرها وأحاديث شهيرة يكثر تعددها وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله عز وجل إلى تعديل أحد من الخلق على أنهم لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لما فيش آيات وأحاديث في فضل الصحابة لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج يعني الأرواح والأموال وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على تعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيؤون من بعدهم هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله والواقع هذا كلام الخطيب البغدادي في الكفاية ونقله الحافظ ابن حجر في الإصابة أنه لو فيش آيات وأحاديث في فضل الصحابة لكانت الحال التي كانوا عليها يعني تدعو إلى القطع بتعديلهم ويدخل في هذه المرتبة من أكد مدحه يعني من أعلى درجات المدحة أيضا والتعديل إما بأفعل كأوثق الناس أو بتكثير الصفة لفظا كثقة ثقة أو إليه المنتهى في التثبت أو قولهم فلان لا يسأل عنه ما يسأل مثلا عن إسحاق ابن الرهوي مثلا فلئما يكون لا يسأل عنه يعني هذا يسأل عن الناس وقولهم ثقة ثبت أو مجمع على ثقته فدي الألفاظ أيضا من أعلى درجات التعديل صحابي أو أوثق الناس أو ثقة ثقة تكرير اللغ أو إليه المنتهى في التثبت أو قولهم فلان لا يسأل عنه وقولهم ثقة ثبت أو مجمع على ثقته طبعا إحنا بنحتاج لذلك لأن يعني ممكن يتعرض حديثان ويصعب الجمع بينهما فبنلجأ للترجيح فنشوف رويت هذا الحديث يعني أوثق أو الآخر فمعرفة يعني مراتب الثقات ليس في طبقة واحدة مرتبة ثانية من أفرد بصفة ثقة بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل وقد جعل بعض الألماء هذه المرتبة وسابقتها مرتبة واحدة والصواب التفصيل وما رجحه الذهبي والعراقي والعسقلاني ومن هذه المرتبة خلوم مستقيم الحديث فلان ممن يرضى حديثه خاصة إذا كان ذلك أحد المتشددين يعني لوحد المتشددين قال فلان ممن يرضى حديثه ومش عايز يقول ثقة لأنه متشدد فييجي أقول لك يرضى حديثه وقولهم صحيح الحديث أو قوي الحديث أو مستوي الحديث فكل هذه المصطرحات تدخل في المرتبة الثانية يعني تساوي ثقة أو ثبت أو متقن أو عدل مرتبة الثالثة عند أبي حاتم ابن أبي حاتم وابن الصلاح وهي صدوق محله الصدق لا بأس به فما يقول صدوق يبقى الحديث بتاعه من طبقة الحسن لأن ما رواه العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ والعلم يبقى لو في راوي أو أكثر من راوي صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به أو يقولون شيخ مثلا إشارة إلى أنه ليس في التثبت بالدرجة العالية ولا بالتي تليها فدي المرتبة الثالثة ومن هذه المرتبة فلان صادق فلان ممن يصدق في الروايات ثقة إن شاء الله الاستثناء هذا يدل على أنه ليس ثقة يعني من الثقات اللي هم تقال ولكن يقول ثقة إن شاء الله يعني كأنه يعني قريب من الثقة يعني دي المرتبة الثالثة صدوق محله الصدق لبأس به ومن هذه المرتبة فلان صادق فلان ممن يصدق في الروايات ثقة إن شاء الله المرتبة الرابعة عند أبي حاتم وابن الصلاح فلان شيخ وعند الذهبي محله الصدق فلان صويلح، تصغير صالح ومن هذه المرتبة الثالثة الثالثة يكون حسن الحديث فالمرتبة الرابعة عند أبي حاتم وابن الصلاح فلان شيخ وعند الذهبي محله الصدق وعند العراقي، إلى الصدق ما هو فلان جيد الحديث جيد يعني قريبا من حسن الحديث، فلان حسن الحديث فلان صويلح، تظهير صالح إشارة أيضا أنه أقل من صالح صدوق إن شاء الله زي ما قلنا ثقة إن شاء الله يبقى أقل من الثقة أو قريب من الثقة فهذا صدوق إن شاء الله يعني قريب من الصدوق وأرجو أن لا بأس به وشيخ وسط فكل هؤلاء حديثهم أيضا حسن يعني التالت والربع حديثهم حسن وعند الحافظ من قصر عن الثلاثة قليلا تالت مراتب وعليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ يعني لو عايز يقول سيء الحفظ كان اكتفى بها لقل سيء الحفظ هي بحديثه ضعيف ولكن ضعيف يمكن أن ينجبر لأن سيء الحفظ يعني يصدق أحيانا يعني يخونه الحفظ أحيانا أخرى فده بيبقى حديثه إيه يعني إيه من الضعيف المنجبر يعني أو تقول قريب من الحسن أو صدوق يهم أو صدوق له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخرة يقول أن تغير بآخرة يعني مش معنى أنه هو يعني اختلط يعني قيل ذلك عن المزي وقيل ذلك عن الصنعاني يعني معنى تغير بآخرة قد يخصد أنه هو أقل حفظه ولكن لم يخرج عن حد الضبط والعدالة فيقول عند السيطي فلان روى عنه الناس ووسط ومقارب وهذه المرتبة هي مرتبة الشواهد وحديثها مما يصلح للاعتبار هي والتي تليها يعني المرتبة الرابعة هذه مترددة بين الحسن وبين الضعيف المنجبر يعني فيها ضعف يسير فيصلح للشواهد والاعتبار إن عايز واحد حديث تاني زيه وكده يكون يعني قريب من الحسن يقوي بعضهم بعضا فهو ليس حسنا بذاته ولكنه قد يصير حسنا بغيره كما سنبين في مرتب الحديث فدي أخر المرتبة الرابعة وزي ما قلنا الرابعة أريبة من الثالثة فالخمسة أريبة أيضا من الرابعة يعني كأن الرابعة مترددة بين الحسن وبين الضعيف المنجبر هتلاقي المرتبة الخامسة يعني أيضا قريبة من الرابعة وأيضا تطلق على الضعيف المنجبر غالبا المرتبة الخامسة الصالح الحديث روى عنه الناس مقارب الحديث يعتبر حديث يعني يكتب ليس من أجل أنه يحتج به وحده ولكن يعني قد نجد له ما يقوي ويكتب حديثه ومقبول وقولهم قد احتمله الناس ليس ببعيد يعني من الصواب يستدل به وهذه المرتبة هي أدنى مراتب التعديل وفي كتاب مهم جدا للأخ مصطفى إسبعيل إسبعيل اللي هو في اليمن يعني 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 من أعلم أهل اليمن الآن يعني من تلافذة شيخ مقبول رحمه الله اسمه شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل وهذا الكلام مختصر من هذا الكتاب ومجلد كبير متخصص في هذه المسألة اللي هي ألفاظ وقواعد الجرح والتعديل أنا ألفاظ كثيرة جدا فحتى يعني إنسان اللي بيحكم على الحديث يعني يعرف يعني يعني واحد يقول اللغة مثلا هذا يعطبر توثيق أو غير توثيق أو حديث يعطبر من الصحيح أو من الحسن أو من الضائف المنجبر فدي خمسة مراتب يعني أدناها صالح الحديث روى عنه الناس مقارب الحديث يعطبر حديثه يكتب حديثه مقبول وقولهم قد احتمله الناس ليس ببعيد من الصواب يستدل به مراتب الجرح وتبقى عكس مراتب التعديل يعني عخدين مراتب التعديل من أعلى صحابي أو ثق الناس ثقة ثقة وبعدين نقول ثقة وبعدين نقول ثقة إن شاء الله أو صدوق أو محل الصدق لحد ما نوصل احتمله الناس يعتبر بحديثه اللي هي أدنى مراتب التعديل أما مراتب الجرح من أسفل إلى أعلى زي الجنة درجات والنار دركات الجنة درجات يعني الأعلى والنار دركات الأسفل مراتب الجرح الأولى ما يدل على المبلغة تقول أجذب الناس أو إليه المنتهى في الكذب أو ركن الكذب أو منبعه أو معدنه معدن الكذب أو منبع الكذب أو ركن الكذب أو أجذب الناس يعني دي أعلى شيء في الإنجر يعني طبعا صاحب الحديث اللي فيه واحد من هؤلاء بيبقى إيه طبعا حديثه موضوع الثانية ما هو دون ذلك كدجال وكذاب ووضع فإنها وإن استعملت عن المبلغة لكنها دون الأولى لأن زي ما قلنا في التعديل يعني أوثق الناس فإنها يقول أجذب الناس ركن الكذب منبع الكذب إليه المنتهى في الكذب فدونها كذاب ووضع ودجال وإن اشتمت عن المبلغة لكنها دون الأولى وكذا يضع الحديث أو يجذب أو وضع حديثا يعني اللي بيضع حديث واحد يعني بيبقى مضاعي يعني كذاب لا نقبل منه شيء يعني حتى لو تاب يعني الجمهور لا يقبلون منه وإن قال الإمام الناوي إن هو لو تاب يعني يقبل منه ولكن قالوا بالتغليث إن واحد كذاب مرة على النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبل يعني منه يعني حديثا بعد ذلك ثالثة فلان يسرق الحديث فلان متهم بالكذب هو يأتي بالتفصيل معنى سرقة الحديث يعني فلان متهم بالكذب متهم بالكذب يعني يجذب في حديث الناس ما نقول كذاب يبقى يجذب على النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا عليه ليس ككذب على أحد لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هيضيف للشريعة ما ليس منها ولكن الكذب على الناس يعني المفسدة محصورة ولكن إذا كان يجذب يعني على الناس فأيضا لا يقبل حديثه ولكنه يعني حديثه هو يعني أقل ضعفا من حديث من فيه كذاب أو أجذب الناس مثلا متهم بالكذب أو الوضع متهم بالوضع أو ساقط أو متروك أو هالك أو ذاهب الحديث أو تركوه أو لا يعتبر به الشرق إنه شديد الضعف الحديث اللي ضعفه يسير بيعتبر به بنشوف حديث آخر يقويه ولكن الحديث اللي فيه مثلا وضع مثلا لا يعتبر به والسيط على إنه يعني محدث ويقولون خاتمة الحفاظ ومن الحفاظ للأسف حديث إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لنزع صفية إنه قال يصحب كثة الطرق أو يصير حسن من كثة الطرق وكل الطرق كلها ضعيفة جدا بل فيها وضعين وكذبين وأيضا الحديث فيه شذوذ لأن رجل قال لنبي صلى الله عليه وسلم أين أبي قال في النار فقال للرجل فكأنه وقع حر بين جلدي ولحمي فكأن يتسلم شعر به فقال له إن أبي وأباك في النار فتكون أيضا يعني شذة حتى لو قلنا أن هي يعني فيها ضعف يسير مثلا فيه مخلف الحديث في صحيح مسلم أنه يعني ناقيد أحياء أبوين إلى الدنيا يعني ما فيش استثناءات تقول للمسيح مثلا هنقول أنه ما خرجش رفعه الله عز وجل يعني إليه أما القول بأن الخضر يعني حي فهذا يعني غير صحيح ولي أيضا عقيدة صفية أنه هو بيعزل ويولم فالقول بإحياء أبوين نبي صلى الله عليه وسلم يعني قل ضعيف والأحاديث التي يعني فيها ذلك يعني أحاديث فيها وضعين وأيضا نفس السلام يعني قال استئذنت ربي يعني في أن أزور قبر أمي فأذن لي واستئذنته في أن أستغفر لا فلم يأذن لي ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولا أكانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم فالحاصل أن الحديث كما ذكروا في التذكير القرطبي يقول يصحب كثة الطرق مع أن الطرق كلها فيها يعني وضعين وكذبين والحديث اللي فيه وضع أو كذب يعني يقولون لو كثل الطرق لا يزداد بها إلا ضعفا تدل أن فيه مؤمرة من الكذبين والضعين على هذا الحديث فهو لو قالوا ألف طريق وكلها فيها كذبين والضعين لا يزداد بذلك إلا ضعفا فالذي ينجبر يكون فيه ضعف يسير عن عاند مدلس إرسال خفي يعني فيه سيء الحفظ مثلا فيه واحد يعني قالوا عليه مثلا يعتبر بحديثه إن أدنى مراتب التعديل فابن جد له رواية أخرى يتقوى بها فالمرتبة الرابعة كقولهم فلان رد حديثه أو مردود الحديث أو ضعيف جدا أو واهن بمرة أو طرحوه أو مطروح الحديث أو لا يكتب حديثه يعني لا يكتب حديثه لا ينفعش يعني لا واحده ولا لو وجدنا له يعني ضعفه شديد ليس ضعفا يسيرا يمكن أن ينجبر بكثة الطرق فلا يكتب حديثه لأنه بنكتب الحديث يا إما أنه يعني يستدل به لذاته أو إن له قد نجد له طريق يتقوى بها فيكون من باب يعني نحتاج كتاباته لأنه قد نجد له شاهد أو متابع فيصح به ولكن هذا لا يكتب حديث أنه لا يصلح بنفسه ولا بغيره أو لا تحل كتابة حديثه أو لا تحل الرواية عنه أو ليس بشيء أو لا يسوي فلسا ده دمان يعني فلس دلوقتي خمسة جنيه ما سويش خمسة جنيه خمسة جنيه خمسة جنيه ولهاش قيمة الخمسة ما دونه وهي فلان لا يحتج به أو ضعفه أو مضطر بالحديث أو له ما ينكر أو له مناكير أو منكر الحديث أو ضعيف تحسن الضعف هنا أقل من الذي فوقه فالمنكر اللي هو تفرد الضعيف واحد سيح تفرد بحديث هنقول لها حديثه منكر وبعضهم يقولون المنكر أيضا مخالفة الضعيف للثقة لا شك أن مخالفة الضعيف للثقة يكون حديث أشد نكارا ولكن تفرد الضعيف أيضا يسمى حديث منكر فده حديث ضعيف يعني مش ضعيف جدا ولا هو ضعيف أيضا يعني يمكن أن ينجبر فلان لا يحتج به أو ضعفه أو مضطر بالحديث أو له ما ينكر أو له مناكير أو منكر الحديث أو ضعيف السادسة والأخيرة وهي أسهلها قولهم فيه مقال أو أدنى مقال أو ضعف أو ينكر مرة ويعرف أخرى أو ليس بذاك أو ليس بالقوي ننبه أنه مش كل حديث يقولون يعني في راوية تكلم فيه أن هذا الكلام يكون يعني مخرجا له يعني البخاري مسلم فيه من رواه تكلم فيهم بالضعف ولكن يعني ليس كل من تكلم فيه بالضعف يكونوا ضعيفا يعني لو قلنا ذلك ما سلم لنا أحد يعني حتى الوقاري تكلموا فيه قال وقال باللبض طبعا افتراءا في المحنة التي بينه وبين محمد بن يحر الظهلي فلو كانت هذه القاعدة موجودة ما سلم لنا أحد يعني إذ ما من شيخ إلا وطاعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون الإمام الذهبي يسمى ميزان الاعتدال يعني ذكر فيه يعني كل من تكلم فيه من رواة الكتب الستة وإن كان هذا الكلام يعني غير قادح ولخاصه يزود عليه الحافظ ابن حجر في كتابه لسان الميزان يعني ميزان الاعتدال للذهبي ولسان الميزان للحافظ ابن حجر فالواحدة ما ينظر في حديث يلاقي فيه ناس يعني من أصحاب الكتب الستة كل فيهم هيجد ترجمته يعني فيه ميزان الاعتدال أو لسان الميزان السادسة يقول وهي أسهلها قولهم فيه مقال أو أدنى مقال أو ضعف أو ينكر مرة ويعرف أخرى تحس أن هذه المرتبة يمكن أن ينجبر من فيه روين فيه مقال أو أدنى مقال أو ضعف أو ينكر مرة ويعرف أخرى أو ليس بذاك أو ليس بالقوي أو ليس بالمتين أو ليس بحجة أو ليس بعمدة أو ليس بمأمون أو ليس بثقة أو ليس بالمرضي أو ليس يحمدونه أو ليس بالحافظ أو غيره أوثق منه أو فيه شيء أو فيه جهالة أو لا أدري ما هو أو ضعفه وطبعا باللحظة دي أدنى مرتب الجرح الجرح فيها ضعيف بتجد الإمام البخاري لأنه لطيف العبارة في الجرح يقول على اللي قالوا عليه كذاب والضاعب وكذا يقول ضعفه تركه حديثه متروك الحديث مثلا لأنه لطيف العبارة فنشوف من هذا الكلام فالبخاري يقول ضعفه غير ما يقول ذلك يعني واحد من الإمام المتساهلين أو من المعروف أنهم يجزفون عندهم تهاويل مثلا مثلا زي ابن حبان مثلا أو فيه ضعف أو سيء الحفظ أو لين الحديث أو فيه لين عند غير الضلق فإنه قال إذا قدت ليس لين ليكون ساقطا متروك الاعتبار وما يقول لين يعني كأنه يقول يعتبر بحديثه لكنه مجروح بشيء لا يسقط به عن العدالة فده مصطلح خاص أيضا للضلقطني أما يقول لين يبقى يعتبر بحديثه أو يكتب حديثه ومنه قولهم يعني المرتبة السجلسة أيضا تكلموا فيه أو سكتوا عنه أو فيه نظر وذلك أيضا يقولها البخاري كثيرا فيه نظر وذلك عند غير البخاري لأنه رحمه الله لورعه وحيطته كان قلما يقول كذب والضاع ما يلسل الكلمات الجمدة هذه ولكن يقول فيه نظر تكلم فيه ضعفه قلما يقول كذب والضاع بل كثيرا ما يعبر بهتين الجملتين سكتوا عنه فيه نظر في الرأو الذي تركوا حديثه فالضعيف جدا يقول فيه نظر مع أن هنا بالمصطلحات العادية عند وقية العلماء ما يقول سكتوا عنه أو فيه نظر يبقى يعتبر بحديثه ولكن البخاري لو قال سكتوا عنه أو فيه نظر يبقى ضعيف جدا في الرأو الذي تركوا حديثه وإذن فهما تأتيان في المرتبة الثانية على الصراح البخاري فوائد فائدة أولى من ألطف ألفاظ التجريح التي يخطئ فيها الغمر الغمر يعني الجهل أو حديث العهد بعلم الحديث ويظنها تعديلا قولهم هو على يدي عدل يسمع كلمة عدل يفتكر أن هو إيه زي عدل إن شاء الله أو صدوق إن شاء الله ولكن كناية على أنه هالك وهو تضعيف شديد جاء في كتاب إصلاح المنطق عن ابن الكلبي قال وعدل كان ولي شرط تبع كان رئيس الشرطة عنده تبع فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه يعني على يدي عدل يعني إيه هيتأتل دلوقتي فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه فمن ذلك قال الناس وضعا على يدي عدل معناه هلك فكلمة عدل يعني قد يغطر بها أحد ويظن أنها من ألفاظ التعديل أنه يكون عدل أو قريب من العدلة ولكن هو بمعنى هالك يعني أنه على يدي عدل يعني هالك فإذا ثانية قوله ليس بشيء عند ابن معين ليس جرحا وإنما معناه لم يروي حديثا كثيرا دي مصطلحات خاصة ابن معين يحب ابن معين ما يقول ليس بشيء مش معنى أنه ضعيف مثلا ولكن قد يقصد أنه لم يروي حديثا كثيرا له خمس أحاديث ست أحاديث مثلا لم يروي حديثا كثيرا فهذا مصطلح خاص فإذا ثانية قال الحافظ ابن كثير البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المراتب وأردائها عنده ولكنه لطيف العبارة في التجريح لكن أيضا صلاح خاص البخاري يقول سكت عنه أو فيه نظر يبقى زي والضعب كذاب فإذا ربيعا قال لك نويه معنى قول ابن عين في حق الراوي يكتب حديثه أنه من جملة الضعفاء كما نقله عن ابن عدي في ترجمة إبراهيم بن هارون الصنعاني أنه يكتب حديثه أنه من جملة الضعفاء ولكن نحن قلنا أنه يكتب حديثه يعني مقارب الحديث يعني قد يصحب بغيره فنكتفي بهذا القدر ونخفى عنده إذا تعرض الجرح والتعديل في راوي واحد فأيهم يقدم ترجمة نانسي قنقر